اشتركوا في القناة بسرعة بس قالاجري شوية بتمشه البطر سخافة بقى لا مش هبطر عارف الباب ده باب ايه لا مش عارف وايه السريخ اللي جاي من جوا ده باب الجحيم الجحيم يعني يعني دي اصباط الناس اللي في الجحيم لا لا دول الناس اللي في اول الجحيم المشوار لسه طويل طيب ميل الناس دول استنى كده في كلام اكتب عالباب ان هؤلاء هم الذين لم تكن لهم في الدنيا الشجاعة على سلوك طريق الخير أو الشر فلم يعصوا الله ولم يضيعوه ولم يعملوا في الدنيا إلا لمصلحتهم الذاتية ولذلك تردتهم السماء حتى لا ينقصوا من جمالها ولفظتهم أعماق الجحيم حتى لا يكون لمرتكب الآثام سبيلا إلى التفاخر عليهم ولذا فإنهم يبقون في مدخل الجحيم وهم يحسدون الناس على الخير وعلى الشر يا نهاري سويت تقول لها دي تلحت جوهنة والشطان عبيدها والطلبة حطة بجوهنة سامحني يا رب لإني ضعفت اخترت الدنيا تاني ونسيت الأخير مش هرسم رأس معالي تاني أبدا المرة دي هو بس شعرح لها درجات وأعمال سنو يوسف بدأ يدرك أنه مدخلش جامعة وأنه دخل جوهنة الجامعة اللي في الفيلم زي ما قلنا الحلقات اللي فاتت هي حياة الجلوغ والمعرفة والتعلم ولكنه بدأ يدرك أن الحياة هي الجحيم اللي عليه أنه هو يعيش ويمر بيه بعد ما يخلص مرحلة الطفولة وخرج من حضنه على الجانب الآخر من البحر المتوسط وتحديدا في عام 1472 الشاعر العظيم دانتي أليجري بيعبر عن حبه لبياتريس ولكن زي ما حصل مع كساهيمس اللي في أسبانيا دانتي برضو بيترفض ولكنه مش بيكرر الانتحار فعلا زي كساهيمس دانتي بيغوص في عقل الباطن وبخياله في رحلة شعرية ملحمية إلى الموت أو ما يسمى بالكوميديا الإلهية أحد أعظم الأعمال الأدبية في التاريخ الإنساني ما أعتقدش فيه فيلم أو مسلسل مغامرات خيالية ما اقتبصش من الكتاب دا وتسمى الكوميديا الإلهية مش عشان الإله قاعد يرمي إفهات وهي إم إلاء الكوميديا هنا مقصود بيها قصة ذات نهاية سعيدة وعشان كده دانتي بيشوف الأهوال والتعذيب وانتقام الرب من العصاء والظالمين وبعد كده بيروح للمطهر ما بين الجحيم والفردوس المكان اللي فيه الأموات بيقدروا يتطهروا من جنوبهم وخطياهم ثم يصعد إلى الفردوس النعيم وبتنتهي رحلته هناك بنهاية سعيدة وفي الرحلة دي دانتي بيرفقوا صديقه فيرجل ولكن خياله ما بيقدرش يتخلص من حبيبته بياترس فبتكون في الرحلة دي هي الملهمة هي المرشدة هي الإلهام بياترس هي إلهام خلاص إرسل زي من تعاوز وروحكوا هنا من الواحدة إلهام إلهام أنا ما قطرش يسيب الفن ما قطرش يسيب إلهام هي بياترس بتاعت دانتي وإلهام هي نفس الست اللي كانت عارية وبتحضن حبيبها العاري أيضا في لوحة بكسه ولكن زي ما قلنا ممكن أنك تستبدل أمك بزوجة أو حبيبة وسيك وتصدرك في الحياة ولكنها مش هتقدر تغطيك لأنها إنسانة وعريانة زيك برضه بياترس أو إلهام بتحاول بكل الطرق تاخد بإيد يوسف أو دانتي لطريق ربنا آه يوسف عايش في عالم بتتداخل فيه الأحلام مع الواقع وعايش في عالم من الغواية وبيحاول يقوم ولكنه مش يوسف النبي يوسف الإنسان العادي بيقوم من جواه ولكنه تايع في غابة مظلمة جواه زي اللي كان تايع فيها دانتي بالزبط فعشان يوصل يوسف للفرداوس ولبياترس اللي في الفرداوس كان لابد إنه يمشي على خطى دانتي ويذهب للجحيم أولاً وبصحبة صديقه علي رمز الوجودية اللي كان بيوصف لدانتي كل تفاصيل الجحيم كأنه عايش فيه بالزبط ومن هنا يوسف بيصطدم بفخ الميكافيلية الغاية تبرر الوسيلة انت مش عايز فلوس عشان تخطب وتتجوز وفي نفس الوقت نفسك تتعلم بس يا عزي بيه دفحة بكالاريوس يلا خش بتعلم ساعة بس خلي بالك الفقرى مهوبين اللي زينا خدمين للأجناء اللي مش مهوبين كل اللي بينفسوا على التعيين جايبين حد يسعي بس بالفلوس طبعاً بس ازم تشتغل ببلاش الاول حد ما يبقى عليك طلب الغاية تبرر الوسيلة هو من جواه ماشي على المبدأ ده اللي اه وعي بتاعه متقبله انا خليني في الكلية بس ابعد عن الشيطان حتى عشان اخد شهادتي واتجوز بلاش اشتغل بيه ومش هرسم رسم عالي تاني ابدا المرة ديه بس شعنح لها درجاته وعمال سنة ولكن وعيه مش متقبله وهنا بيبدأ صراع جديد جوا يوسف يوسف انت فاسد زينا كلنا الحرم ما بحبوش بس اخمس من رأدو مش كده بياترس او الهام بتاخد يوسف اودانتي للمسجد ولكنه بيصطدم بصراع اخر مع شيوخ الفضائيات سنة 2005 وبالتزامن مع صعود نجم الاخوان المسلمين مرة اخرى في الشارع المصري بشعار الاسلام هو الحل اللي اثار الجدل وقتها بتنطلق على النايل ساد كنوات فضائية دينية بتنتزع من سبيستون المرتبة الاولى في ترتيب الفيفورتس في ريسيفر وبنبدأ نسمع لأول مرة خطاب السلفي على الفضائيات بعد ما كان التلفزيون اصلا بدعة اين سنموت وكيف سنموت ومتى سنموت لا يعلم ذلك احد الا الله هتموت وهتقبل ولو قبلت ربنا على الحال ده تلقى نصيب كبير وده بيضطر القناوات الدينية اللي بدأت قبل الموجة دي انها تجدد الخطاب الديني بتاعها بخطاب ديني مودرن لابس بدلة وكرافتة مش جلبية ناس كتير قوي اتكلمت عن الموت وناس كتير قوي لما سمعت الكلام عن الموت حصل لها اكتئاب لكن الحقيقة انا احتراجط له بشكل مختلف ريحته بيرثيوم مش مسك فالبنت بتقول للولد فتح موضوع كده عن الخروجات وتاع فالبنت بتقول للولد على فكرة ان لما بخرج انا رشقة مع صحباتي على طول في المولاد ومن غير دعني ولو لابد يعني فنحددها ونخليها قصيرة الراجل بيختار الستة على اساس دينها ده كأساس في فرعيات مهمة ومن غيرها قوعة تختار لان احنا ممكن في الاخرى تضيع لكن الاساس ايه الدين وفضلوا الطيرين دول في صراع دائم واتهمات من بينه انتم متشددين واصوليين وبين انتم كيوت وبتفراغوا الدين من مضمونه وبين اقول لي تاني كده تاني وتالت انا قلبي كله حنين ولا يطفي ناره حبيبي يحبوه غير لو عدتها لي فانا بتلوها تاني عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي هو المغني كان بيقول كده لكن هو طبعا بيكلم حبيبته وده مش غلط لو في اطار جواز بس يقبين ان هو جواز طبعا لانه حاجة تبقى حلالا طيبا والحقيقة ان بعد سنين اللي اتنين رأيهم في بعض طلع صح وعرفنا ان اللي اتنين ساعة الجد مميلاقيهوش ناس بتدريمي في حوضنا اي سلطة ومعاهم معاهم عليهم عليهم وقالت الصناديك للدين نعم وناس الله يسامحهم لشان هتجرب انك مع وصفات اسيا ان شاء الله بإذن الله ارتقائك لربنا في قيام الليل بعض الفطار وفي التراويح احلى اسامح فوزي كان عنده رؤية بعيدة جدا لما ستقول عليه هذه الموجة بيجيب لنا شيخ باين قوي على وشه الميكب تجنابي الشبهات يا اختي الكريمة واضرائي عنك المظنة تكفلي بعلاج المرأة وتركي عورة الرجل للطبيب الرجل وباين قوي التصنع والافتعال في صوته الحقيقة احنا كنا رواد في مجال الفن ولكن للأسف تخليني عن طراثنا الفن الاسلامي والمعمال العظيم الذي تعلم منه العالم كله ونستورد منه ما لا يتناسب مع ثقافتنا ودينا وده فعل العلمانيين ودعاة التغريب الذين ظل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وطبعا وقت عرض الفيلم قسامة فوزي تكفر ويتهاجم عشان لحومه العلماء مسمومة بص بص الفن الاسلامي الجميل مع لمس مادرن حديثا فالاسلام ليس ضد التحديث او الحداثة ولكن دلوقتي طبعا عادي نسف على الحياة الناس الشخصية او يقولوا انا لا ادري طب كان لازمته ايه من الاول معقولة يكون ارضاء الله بأن يسيب الفن ازاي وهو عظم فنان هو اللي خلق الطبيعة اللي كلنا بنتعلم منها الفن هو اللي خلق الانسان بكل تعقيده وابداعه ازاي يكون ارضاءه بشيء هو عكس طبيعته ولو سيبت الفن هبقى معمل ده عشان ارضي ربنا ولا الشيخ واتباعه يا رب اللي بعمله ده صح ولا غلط صحيح انا عدو الله والدين انا عدوك فهمني قولي جلمني انا عاوز افهم انا عاوز افهم انا عاوز افهم انا عايز افهم اسمع كلامنا اسمع كلامنا وانت هترتعب بالرغم من ان الشيخ قدر يدخل في الله وعي بتاع يوسف ولكنه مقدرش برضو يسيطر عليه ملقاش في طريق الوصول لربنا واصبح ايضا مجرد جلاد ومش مرشد ولا بلاش مرشد دي حجرة الشيخ مكانش هو بس بطل لوعي يوسف ولكن كان هناك بطل اخر زي سبيستون كده اللي شكلت طفولتنا مش محتاج اتكلم كتير عن نجاح سعيد صالح في مدرسة المشاخبين واكلوا الجميع من كان على المسرح بما فيهم الزعيم والامبراطور ولكن حياة سعيد صالح الفنية انتهت بصورة مؤسفة جدا سعيد الله يرحمه اتجه لسكة المخدرات ولما كانوا بيسألوه في التحقيقات بيقول عشان اعرف امثل عشان اوسع خيالي والبس الشخصية اكتر سريان يا اوي سعيد صالح ده ولكن في دفاع سعيد صالح عم نفسه في احد المرات اللي اتسجن فيها اتهم السلطة بتلفيق التهم والقضايا ليه نظرا لمواقفه السياسية المعارضة اوه اتقول يا ممنوعات الممنوعات اللي تتصل على الغلالة بس يضربوك في السجن وقولك ممنوع الصراخ يسكنوك في حضر ربع متر وقولك ممنوع توبص الفوق تموت من الزعمة وقولك ممنوع التجنفر مرافق كيفا يا ممنوعات ده وليه في حبك زيد الممنوع وليأسف ينطفق نجم الفنان الكبير سعيد صالح وبتحاول لكون برس متكلم في الافلام في الوقت اللي زميله اللي ما كانش في نفسه موهبته الكوميديا اصبح زعيم الكوميديا وزميله التاني لسود اللي ما ينفعش سوقات حسن تحبه على حد قول للمنتج رمسيس نجيب اصبح الامبراطور انا يا ابني منيجا 40 سنة كنت تميز زي كنا في كلية وقت مهوب قوي كان بيدرس لدكتور طنياني كان دايما نسا قضي وساما فاوزي هنا بيجيب لنا سعيد صالح يحكي لنا حكايته حكايته اللي بتمثل الكابوس لكل فنان بيدق طريقه طبعا برضو الناس انزعجت جدا لما شافوا ظهور سعيد صالح في الفيلم بالمنظر ده ولكن اللي الناس للاس ما عدرت تشوفه هو ان دي كانت الحقيقة ولكن بشكل سريالي وعجبتني قوي التفصيلة اللي في المشهد ده لما الفيلم بدأ ياخد منحة عبثي وبدأ ينتقد ويهاجم الحكومة والسلطة بينط اللاوعي بتنط السريالية عشان ترجع الفيلم المصار السريالي لما تبقى في منافق بيسمح بالفن والحرية تبقى يطلب الطلب ده بس ما تطلبهش منينا زهور بسيط جدا لسعيد صالح ولكنه كان مليء بالتفاصيل في السنة اللي عالتها في السجن كانت سنة في تغيير حياتي خالص قابلتني واحد اسم عم يوسف اللي لسه معرفه لغاية دولاتي يعني موجود في حياتي اللي هي اقرأ قرآن هتلاقي ربنا بكلامك سمعت الكلام ده ورقت رايق جاي بمصحف نفسي بصلي السنة مرت جميلة جدا وقيت حاجات كتيرة جدا كتغيبة عني ومن هنا بيبدأ طارق التلمساني يعلن عن نفسه كأحد أبطال الفيلم عن طريق تشبيه مشهد تخسيل عم محمود بلوحة درس التشريح لدكتور تول للهولندي العظيم ريمبراند في الحلقة دي شرحنا اللوحة دي بالتفصيل وقصتها وأسرارها وعبقريتها ولكن بنشوف هنا قمة الدادية والتشويه للفن التلاسيكي التلميذ بيجي مكان الأستاذ والفنان بيبقى هو المجرم اللي جثته بتتشرح وبنشوف السريالية في خلفية المشهد المميتة اللي بتعبر لنا عن كمية الطلبة اللي ضلوا طريقهم وأصبحوا موتة زي عم محمود أو عم سعيد صالح وشوف طريق الدخول وخروج الطلبة للغرفة دي وكأنهم موتة وناس دخلين يتحسبوا وشوف العبسية في إن عميد الكلية دكتور كسم الدكور عامل نفسه دكتور بجد وبتكمل عبسية المشهد بولادة جديدة الفنان جديد ومعاناة جديدة بتبدأ وبتنتهي في هذه الغرفة المظلمة زي دا يريد حياتنا كلنا بنرجع تاني لتحلالات فرويد النفسية اللي بيقولنا إن شخصية الإنسان بتنقسم لثلاث أجزاء صح صح معي بقى يا برينز فرويد بيقول إن الثلاث أجزاء دول هم الهو والأنا والأنا الأعلى أيوا اللي كانوا بيلخبطوك في علم النفس في السنوية العامة دول فرويد بيقولنا إن الهو هو الجزء الأصلي والأساسي في الشخصية الهو هو الغرائز اللي ربنا خلقك بيها زي إنك عايز تاكل وتشرب وتتكاثر وكمان العقد النفسية والمشاعر المكبوطة اللي تبقى جواك وانت مش حاسس واللي تكلمنا عنها الحلقتين اللي فاتوا الهو ما عندوش أخلاق ما عندوش قيم ما عندوش معايير هو البيولوجي بتاع الإنسان ومن هنا اللي هو بيصطدم بالأنا الأعلى وهي الصورة الأكثر عقلانية وتحفزا للشخصية عيب، ما يصحش، ما ينفعش، حرام الناس تقول علينا إيه؟ رستيجي، تاريخي، اسمائلتي، سمعتي كل المعايير والقيم اللي شربتها الشخصية من الأب والأم والمسجد والكنيسة والمعبد والمجتمع الأنا الأعلى هو الوضع المثالي للشخصية ودي طبعا حاجة مش وقعية لأنك إنسان وبرده وغريزك بتأثر فيك وبتحركك ولكنه بيحاول يكون هو السيسيولوجي بتاعت الإنسان عشان المجتمع يتبسط بيك ويقول عليك واو، فلابد من وسيط بين الاتنين دول وهو الانا بس الانا بس لما بتبقى هتموت من الجوع ويبقى مش قدامك غني إنك تاكل لحم ني لأن الهوى بيفشخك لأنه عنده غريزة اسمها البقاء هتعمل ايه؟ هتقولها نية؟ هتلاقي الانا الأعلى بيفشخك ويقولك أنت مش متحضر ومش إنسان هتسمع كلام الانا الأعلى هتموت وهتسمع كلام الهوى هتفقد إنسانيتك وبرده هتموت مع الوقت فيا إما واحد فيهم هينتصر على التاني يا إما الانا يجي يحل الموضوع ويدور على طريقة يشعل النار ويسو اللحمة عشان يبقى ردى اللفنين ولكن ماذا لو مفيش طريقة تشعل بيها النار؟ ماذا لو فشل الانا في التنسيق بين الهوى والانا الأعلى؟ هنا الكرفة انا عطول حسبي واحد حسبي مرفوض محدش بحبيتك بنلاحظ هنا الصراع ده بين الهوى والانا الأعلى وانتصار الهوى دايما في شخصية يوسف وانا صغار كنت بسرة الأكل من التلال رغم إنه مش هافلين عليه يعني لكن عشان حسن الأكل محدود وممكن يخلص خصوصا ما كانش فيه فلوس كفاية بعد ما هو أمان حكاية سرقة الأكل دي لسه فيه لحد الثلاث صوري مش قدرة بالطبع لأن الانا الأعلى اللي بيمثيره الأب هنا في حالة يوسف مكانش موجود والأم زي ما قولنا شكاية وبكاية ونكادية أبويا ما شفتوش أمي عمرها بقاليه إنها بتحبيني دايما شك ودايما لوم دايما انت حسيت من أنا سامر في قلبة أنا اللي ضاعت شبابا عشان تربيه فالأمل أعلى ما بقاش موجود بقى مجرد خوف من عذاب ربنا وغضب أمه مش إيمان كامل بربنا وبالمعايير والقيم الأخلاقية والدينية ولا حب حقيقي الأم وإيمان بيها فبقولي يعني لو تدخلني فنون جميلة وهي مش عايزة مجموعة وممكن هيها نامش فيها واطلع مهندس دكور وهو مهندس من دكتور ما فرقتش بس سومي ترضى عني هي دايما زعلانة وغضبانة عليها خليها ترضى عني وحيات حبيبك النبي بس للجنة تحت أقدام الأمهات فلو رديت عني كل حاجة تبقى في السليم فبيظن يوسف إن إلهام هي البديل عن ربنا وعن أمه وعن الجنة اللي تحت رجلين الأمهات وبيقع في حب الفترة الوردية أنا هعمل الجنة الخاصة بي أنا كنت زي ما باصحة مكتئة عزين مش عايزة عايش يوم جديد لكن دلاتي باصحة فرحان إن في يوم جديد حعيش مع اللي بحبها وتحبيني ولكنه مش بيشوف الحدود الزرقة وبيتحول يوسف لكسهامس في المرحلة التانية في حضن حبيبته والملهمة اللي هي أصلا عريانة زيه ومحتاجة اللي يغطيها أنا خايفة خايفة من عقاب ربنا إلهام بينتصر داخلها الأنا الأعلى وبتختفي بعد فترة من حياة يوسف للأبد إلهام؟ في الحلقة الأولى من هذه السلسلة اتكلمنا عن أم السريالية الدادية اللي قلنا إنها نشأت عشان تدمر الفن نفسه الفن الكلاسيكي اللي كل الناس كانت بتحترمه وبتقدره وخدنا كمثال عربي حديث عليها فيلم الليمبي اللي الداديته موقفتش بس على الكوميديا اللي في القصة والسيناريو ولكن كمان شفنا دادية موسيقية وزي ما فيه دادية موسيقية في كمان موسيقى وشاعر سريالي زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن المصرح السريالي الغامض اللي كله رمزيات ولو حد سلفادور دالي واخرين اللي مليان رمزيات غامضة وكأنها شفارات ومليئة بفكرة الدمج بين كذا عنصر بيحمل اكتر من معنى ورمز ومليئة بالدمج بين الواقع والخيال وسامة فوزي بيقدم لنا وجبة موسيقية سريالية أعدها مجموعة من أمهر الموسيقيين زي ما الكاستن كله كان عبارة عن وجوه جديدة وشباب برضو الفيلم استضاف مجموعة من الموسيقيين الشباب الغير معرفين وقتها ولكن كان عندهم البزرة للنزعة السريالية لتحطيم التبوهات المتعارف عليها نقدم لكم بلاك تيما اهي علي لما سبتني بشكل مش معقول ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول بموسيقى مينستريم شبه بتاع التامر حسني وحمائي بلاك تيما بيكسروا لنا تبوه الجرح بعد الفرق وبكليب بيطلعوا فيه ملزقين على الحيطة ببلاستر والناس بتمشى عليهم بمنتهى السريالية بيقدروا بلاك تيما يوصلوا للجمهور ولان أسامة فوزي شاف مشروعهم ونزعيته السريالية بيستضيفهم في الفيلم وبيعملونا واحدة من أجمل أغانيهم كل مرة لا مش دي مش دي والنبي أما اللبنانية العالمية ياسمين حمدان فبتاخد نصيب الأسد من الموسيقى التصورية ياسمين اتعرفت بعمل فن مزيج بين الأغالي التراثية العربية والموسيقى الإلكترونية مع نزعة الإغراء والتحرر الجسدي اللي بتدعو لها السريالية ونظريات فرويد موسيقى موسيقى ياسمين هي روح السريالية العربية فبتكون ياسمين هي روح الفيلم السريالي والألوان الطبعية موسيقى 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 ياسمين المقيمة بباريس سيئة زي أغلب المدارس الفلسفية والفنية اللي اتكلمنا عنها بتقدم للعالم كله السريالية بنكهة عربية استحقت عليها التكريم بظهور مزكتها كأحد أبطال الفيلم موسيقى وبالمناسبة مش ياسمين لوحدها اللي غيرت شكل ومضمون المطربة العربية التقليدية إنما كمان الفنانة مريم صالح قدرت تعمل ده ولكن بشكل مختلف تماماً موسيقى 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 بصورات الايام بطول الامر عالمدة مهما العصر خوفك وتأسيره عالغدة تجربت ريحة مشيحة فصغل كلبي في الشارع من اسكت مية في المية حيجري وراك دمواقع وترمي كل اسقلتك ورا ضرب وتقلع هزمة الاحزان وصاد الناس مايش برها تكون عريان ولا بالباس مارين بقى في 2017 وصلت لكمة السريالية مع زوجها تامر ابو غزالة وموريس لوكا اللي تحولوا من مطربين تقليديين لصوت العقل الباطن اللي بيصلخ واحد حبيبته ثابته وبمنتهى السريالية الوقحة عموما انا بحبي مارين صالح ومارين برضو كان ليها شوت كامل في الفيلم يا ملتأ الصحبة يا ورد في الصحبة يا للاللي منورين في القعدة تملي يا صحبة جاية ايه يا للاللي عايزين شوية ايه يا للاللي حاجة مل هي ايه يا للاللي حبت قهت على عيني على قليل على قليل وزي ما الشرق والجنوب والشمال العربي كان ليهم دور المغرب العربي برضو كان لودور سريالي التلعب وسريالية عظيمة اخرى قدرت تدمج بين التراث الشعب الجزائري والفلامينكو والكانتري ميوزيك سعاد ماسيه موسيقى 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 وطبعا ما نفعش باي حال من الاحوال نتكلم عن السريالية وما نتكلمش عن بينك فلويد البند الانجليزي الشهير اللي اضاف كتير جدا لموسيقى الروك ولكن العبقري ان مشاركتهم كانت باغنية الاغنية اللي كانت عبارة عن رساء لمؤسس البند وصديقهم اللي انفصل عنهم سيد باريت ولي اصلا كان رسام حاجة كده سعيد صالح برضو موهبة خارقة وغرقت في جحيم الفنانين اللي دخلوا يوسف وبالرغم من سطوع نجم زملائه اعضاء فريق بينك فلويد الا ان هو ضاع بسبب الامراض النفسية والمخدرات والاكتئاب واخيرا وليس اخرا ملك السريالية العربية وبالملك هنا ما اصدش محمد مونير بس ولكني اصد الشاعر مجدي نجيب واللي ايضا كان رسام وفنان تشكيلي وحطيلي تحت فنان تشكيلي دي مية خط مجدي نجيب اللي اتكلمنا عنه في الحلقة دي انا عايز حد يقول لي ايه اللي انت هتسمعه دلوقت ده معنى ايه؟ وشوف هنا عظمة رسم الصور والاوحات السريالية بكلمات الشعر البسيطة وشوف عظمة ان فنان تشكيلي يتحول لشاعر موسيقى اغاني متعرفش ايه المقصود بيها واللي بيغني ده بيكلم مين؟ موسيقى موسيقى هوش معنى المعنى بيعرفنا لو باتت في قلوبنا جراح موسيقى 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 اغاني كتير خلت فيه قيمة ومتعة خاصة للاستمتاع بمحمد مونير وفك شفارات معاني اغاني موسيقى وبعد ما يوسف بيدخل الجحيم والهام بتروح ويوسف بينضم المجموعة المحيدين اللي بتسمع صراختهم من على باب الجحيم ويتزيد معاصي يوسف وبيروح لأقصى درجات الجحيم الجحيم بتلفظه عشان يبقى ولا استحق النعيم ولا اصحاب الزنوب حاسوا ان فيه ناس احسن منهم فبيطلع يوسف على باب الجحيم بنسمع صرختهم اللي كان بيسمعها دانتي هو واقف على باب الجحيم موسيقى 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 وبنبدأ رحلة جديدة في طريق النعيم بيبدأها دكتور نعيم وعلى انغام محمد مونير موسيقى موسيقى طب خدت بالك ان لسه يوسف بيحاول ايه الالعباء الزرقة ويرجع طفل تاني يلاوصه ابيض ياه اخيرا بدأت تفهم بطل يابني تشوف السينما بمنظور المقاطع الساخنة موسيقى انا واخد الكوميديا الالهية في رسالة الماجستير بتاعتي وقلت حرام تبقى عندي المراجع دي كلها واحبسها عنك اتفارق اتفارق براحة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر